طيب نهاردة أنا سعيد جدا 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 لأن الحلقة دخل في وسطها اسم بالنسبة لي أنا يعني مفضل في لعيبة بترتبط منها بحكم علاقة الانتباء يعني في لعيب ليه بستيشرت النادي الأهلي فأنت بتحبه لأنه لعيب في النادي الأهلي لكن في لعيب أنت بتدوب فيه في لعيب أنت يعني يعني يمتعك يبسطك يحسسك أنه الكرة دي للمتعة أسماء كتير جدا جات في النادي الأهلي ويمكن أسباب كسبب في يوم الأيام أنا شخصيا أن أنا حب الكرة وشجع النادي الأهلي منهم على سبيل مثال كابتن محمود الخطيب منهم على سبيل مثال كابتن مصطفى عبدوك يعني وغيرهم مش عايزة أقول طبعا الأهلي فيه عمالك كتير جدا لكن في لعيبة أنت بتحبها وبترتبط بيها يعني وبتفضل المكانة دي في قلبك سنين طويلة جدا حتى بعد ما يسيجوا الملعب من ضمنهم حسام غالي لو في يوم الأيام يعني دايما أنا بقعد ألعب لعبة كده مع صحابي فكرة أنه اختار التشكيل الأمثل على الأقل اللي أنت شفتهم في الملعب سيبك من التاريخ الطويل يعني أكيد طبعا فيه أساطير بداية من كابتن مختار التتشو من كابتن صالح سليم ومن شيخ طه اسماعيل وغيرهم وغيرهم من أسماء كلهم أساطير بس أنا ما اتفرجتش عليهم في الملعب يعني ما كانتش فيه علاقة مباشرة بيني وبينهم لكن عارف قد إيه كان الأجيال بتاعت الزمان دي فيها يعني عمال قبيرة جدا لكن لما تيجي تتفرج على اللي انت شفتهم من قبل تتابع كرة تتفرج على النادي الأهلي وتحط كده الحداشر الأمثل يعني اختار الحداشر اللي هم النموذج الحداشر اللي يعملوا أقوى تشكيل النادي الأهلي من وجهة نظرك فلازم لازم تحط اسم حسام غالي حسام غالي مش بس لعيد كرة موهوب ومش بس قصة تجاح في الأهلي وبرى الأهلي واحد من أنجح قصة اللاعبين اللي احترفوا في الخارج لعب في هولندا ولعب في إنجلترا وكان ليه طبعا مشوار تاني في السعودية وإلى آخره لكن كمان فيه عنده الروح بتاعتنادي الأهلي لعيب قائد جوه الملعب حسام غالي بيحتفل بعيد ميلاده وإحنا كمان في السادسة بنحتفل معاه وبنفكروا الحقيقة بمشور طويل ورحلة طويلة جدا من العطاء اللي أضاها وما زالت مستمرة طبعا داخل جدران القلعة الحمراء النادي الأهلي اشتركوا في القناة